السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أصدقائي معكم أيوب أويوبي وليمثلت لكم بمقطع جديد من لعبات جي تي اي صان اندريس في مقطع سابق للعبات جي تي اي صان اندريس نزلت لكم مود لسكويد جيم ولقد حصل على الدعم كبير جدا جدا وبما أن هذا المود قد أعجبكم فقد قررت اليوم أن أنزل لكم مقطع آخر عنه ولكن سوف يكون مختلف قليلا لكنه سوف يكون جميلا جدا وطبعا كما ترون هذا المود سوف يكون عن سكويد جيم يا شباب وكما ترون مع رفاق يا شباب رايدر وسويت وبيك سموك كذلك سوف يساعدونني في القضاء على أولئك الأشرار أو تلك العصابة يا شباب لكي نقوم بقتلهم جميعا طبعا دعونا الآن لكي نذهب إلى مكان تواجدهم يا شباب في لعبات جي تي اي صان اندريس فهم يتواجدون في هذه الغابة بالضبط بالقرب من ذلك الكوخة القادمة وشيء كهذا وبما أننا ذاهبون إليهم فأتمنى أتمنى جمعا تدعمونا بالزر لايك واشتركوا في القناة إذا لم تكونوا مشتركين وأقوم بتفعيل زر التنبيهات لكي ما تنبيكم كلما نزلتم مقطع جديد وقد وصلنا أخيرا شوفوا ماي كمية الجنود الموجودين هنا كبير كبير جدا شوفوا ماي هل أستطيع يعني عدهم يا شباب دعونا لكي نحاول عدهم واحد اتنا ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية نسعة عشر احد عشر اثنى عشر ثلاث عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثلاث عشر ثلاث عشر يعني يفقون تلاتون جنديا يا شباب أو تلاتون شخصا موجودين هنا يا شباب تقريبا تلاتون يعني أو فوق آه حسنا الآن دعونا لكي نقوم بالقضاء عليهم يا جباب لكي نكتشف معا ماذا يحرصون في هذا الكوح ولماذا هم مجتمعون بالضطف في هذا الكوح أوه اللعبة تعلق اللعبة تعليق أوه لولولولولولولولولولولولولولول أتمنى هذه المرة ألا يموت أصدقائي يا شباب لأنهم إن ماتوا فسوف أكون في وضع محرج جدا لان لن اكون قادرا لان اقتل هؤلاء الجنود بالكامل هذه العصابة بالكامل وليس جنودا حسنا اوكوككوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكلك tänبkun اللحظulous ا mRNA اللعبة اعرف ما بها لكن هاا بطيئة عندي نوعا اسمعوا لي الطلق هل سمعتم من الطلق لا اعرف لماذا أتوقع أن السبب هو هذا المكان الذي نتواجد فيه يا شباب هو الذي يبطئ اللعبة لأن في الأماكن الآخر تصبح اللعبة هافيفة جدا أوكي لحظة 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 شوفوا كيف حولت هذه الأرض يا شباب أولتها إلى أرض الحمراء لونتها يا شباب زينتها باللون الأحمر هذه الأرض يا شباب الخضراء زينتها باللون الأحمر لحظة إذا جلسنا هكذا فسوف يكون الأيم أكثر دقة يا شباب ممتاز ممتاز سوف أقتلوا هذا هذا الشخص تعال أنت لا تقتلوا أصدقائي إياكم أن تقضوا على أصدقائي أوه هذه المرة الحمد لله ما زالوا أصدقائي على قيد الحياة لكن بقي هناك الكثير من العصابة يا شباب بقي هناك المزيد من رجال العصابة علينا أن نقوم بقتلهم جميعا أوه هناك من يسديدوا علينا هذا الأحمق يجب أن يموت هذا الأحمق يجب أن يموت بقي شخصاني فقط واحد معلق هناك يا شباب شوفوا ماي أوه تعالوا أوه فقد قفز من تلك المسافة ولم يحصل له أي شيء غريب والآن أوه شيء ما ظهر هل رأيتم ما ديوجدوا في الداخل انظروا ماي إنها تلك الدمية يا شباب أوه شوفوا ماي إنها ضخمة جدا أوه شوفوا ماي يا لأ حجم الكبير جدا أوه إنها تطق النار يا شباب شوفوا ماي لقد أحرقت رايدر وهرب شوفوا ماي رايدر المسكينة قد هرب لأنه احترق أوه بيكسبوك أيضا قد يحترق شوفوا ماي أي شخص تقوم بحرقه يا شباب شوفوا إنه يا هروم تعال إلي لماذا تلحقين بأصدقائي لن أسمح لك بقتل أصدقائي أوه لحظة لحظة سوف تحرقني أنا أيضا علي أن أقتل هذه أوه لا 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 ابتعد ابتعد عنها ابتعد عنها يا سي جاي وإلا سوف تحرقك أوه لا 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 أستطيع قتلها لا أحرقتني أوه سوف أحرف أنا أيضا لكي تنطفئ الحريق آه فهمت الآن لماذا كانوا يركضون عندما يحترقون إن إحترق يا شباب فإنهم يركضون لكي تخمض النار يا شباب شوفوا لكي تنطفئ النار هل رأيتم انظروا معي لقد انطفأت تلك النار آه يا سلام سوف أقتل هذه المتوحشة هذه الدمية المتوحشة سوف أقوم بقتلها تعال يا أيوتا المتوحشة أوه لا 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 أحرقتني 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 أوه لقد انطفأت النار ممتاز سوف أقوم بقتلها كيف تتحق ماذا؟ انظروا لا تتحق بأصدقاء أحرقتني أحرقتني من جديد أحرقتني من جديد رايدر في خطر علي انقاذه انقاذه حسن تكاد تموته يا شباب ماذا؟ ماذا؟ أين هي؟ لقد دخلت تحت الأرض لقد ماتت ودخلت تحت الأرض هل تصدقون ذلك يا شباب؟ هل تصدقون؟ شوفوا شوفوا معي شوفوا معي يا شباب ماذا حصل هذا غليتش على ما أعتقد يا شباب هذا غليتش لكن اظهر معي يا شباب شوفوا معي لقد اختفت لقد ماتت يا شباب وسقطت تحت هذه الأرض يا شباب والله أمرها غريب جدا أوكي هل جميعوا أصدقائي بخير؟ لا أعرف بصراحة أوكي هذا رايدر ممتاز الحمد لله سويت أين هو؟ باقي سويت أنا لا أعرف أين يوجد سويت حسن شباب شوفوا معي كمية رجال العصابات التي قمنا بقتلهم هنا يا شباب شوفوا معي يا سلام عددهم كبير جدا هذا متلت هذا مربع هذا يرتدي قناع عليه متلت وهذا يرتدي قناع عليه مربع أين ذلك صاحب الوجه الدائري؟ أين أنت يا صاحب الوجه الدائري؟ ألست موجودا معهم؟ أوه أغلبيتهم يا شباب قمت بقطع رأسهم شوفوا معي أغلبيتهم قمت بقطع رأسهم حسنا لا أعرف إن كان سويت ما زال على قيد الحياة أم لا كما ترون فريدر ما زال حيا وعلى ما أعتقد بيك سموك أيضا ما زال حيا يلا يلا تعال هيا لنعود تعالوا رايدر اسعد أوه لا يريد الصعود أين سويت؟ لا أعرف إختفى سويت يا شباب أوه هذا هو سويت حمد لله ما زالوا على قيد الحياة لكنهم لا يريدون أن يأتوا لا أعرف لماذا لا يريدون أن يأتوا معي يا شباب حسنا لا أعرف السبب لماذا لا يريدون أن يأتوا معي هل هم خائفون أن أخذهم إلى معركة أخرى يا شباب لكن هذا ما أتوقع أعتقد بأنهم خائفون يعني أن أخذهم إلى معركة أخرى يا شباب ثم يمودون هناك لأنهم عندما أتوا معي لم يعرفوا ماذا كان ينتظرهم يا شباب لهذا أتوا معي لكن هذه المرة لن يأتوا معي طبعا لأنهم خائفون يعني أن أخذهم إلى حرب أخرى أو ما شابه وكما ترون يا شباب هنا وصلنا إلى نهاية المقطع فأتمنى أن أعجبكم هذا المقطع البسيط واللطيف فإن أعجبكم هذا المقطع فأتمنى أن لا تنسوا دعمنا بلايك واشتركوا في القناة اللي لم تكنوا مشتركين وقموا بتفعيل زر التنبيهات كي يتم تنبهكم كلما نزلتم مقطع جديد وانشروا المقطع مع أصدقائكم أراكم في المقطع المقبل إن شاء الله كان معكم أيوب أويوبي مع السلامة